الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هده واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان قلنا في المجلس السابق أن من ثمرات الإخلاص وإرادة وجه الله وتمحيص وتمحيذ القصد لله من ثمرات هذا تنقية القلب من الغش والضغائن والحقد والغل وذكرنا حديثا يدل على هذا وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن أو قلب مسلم كما جاء في الحديث إخلاص العبادة لله إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين والنصيحة لأئمة المسلمين أي النصح لهم ولزوم جماعتهم فهذه الثلاثة إذا كانت في قلب المسلم فالغل يخرج والحقد يخرج والحسد يخرج والحقد يخرج لا يمكن أن يجتمع الغل والحسد وهذه الأمراض مع هذه الأمور الثلاثة الأمر الأول الإخلاص إذا كنت تريد وجه الله دائما راه القلب بتاعك يا أخي المؤمن أنت قلبك رأي خمم في الله لا يرضى ولما يرضاش عليك أنت دائما تطلب رضا الله وما يهمكش الحطام تعدني الله متنافسين عليه الناس فتزهد فيما عندهم فيحبونك وتحبهم وتزهد فيما عند الله يعني ترك ما لا يقربك إلى الله فيحبك الله سبحانه عز وجل فمن كان هذا حاله وشأنه فأنا للغل أن يتسلل إلى قلبي والزوجة النصيحة لأئمة المسلمين قلنا فرقنا بين النصيحة أئمة المسلمين والنصيحة لأئمة المسلمين ذا كلام يعطي معنا وحد آخر النصيحة كما قالوا الأنبياء وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ مشي وَأَنَا نَاصِحُوكُمْ نَاصِحُوكُمْ يعني ننصحكم بالصح ناصح لكم يعني أستفرغوا جهدي لنفعيكم يعني قاعدني نطيق نديرها بأن ننفعكم ننفعكم وهذا النصح لأئمة المسلمين واحده أنت هيكون ناصح لأئمة المسلمين في وطان من الأوطان إذا أدى الواجب التعاة أدى الواجب وما أوكل إليه من مسؤوليات وقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وقدم المبادئ الشريفة على المنافع والمصالح الخاصة فإذا أتوا من على مال المسلمين يرعاه ويصنه ويحط الدور في مكانه والدينار في مكانه والدرهام في مكانه كل يدراهما بل يحرص على مال الأمة أكثر من حرصه على ماله وإن كان أستاذا يحرص على أبناء الأمة وبنات الأمة أكثر من حرصه على أولادي وإن كان صانعا يحرص على ما أكل له من مهمة كأنه يصنع تلك الأمور لنفسه وهكذا قل عن بقية الميهن وإن كان قاضيا يدقق في الملف ويستحضر الوقوف بين يدي الله ولا يخضع للعواطف ولا يخضع كذلك للمصالح ولا يخضع للإهمال وعدم دراسة الملف دراسة تامة بكل دقة حتى لا يلحقه من دعوة المظلوم ما يلحقه وليس بينها وبين الله عجاب وهكذا يا أخوات الإيمان فالمقصود بالنصح لآئمة المسلمين ما يليخش تكون تغش وطنك تغش أمتك تخدم معه لأعداء من وراء البحار بها تفركت أمتك بها تشكت أمتك هذا مش نصح وليس من النصح بها تدخل أعداء الإسلام يعيشوا في بلادك وليس من النصح بها تعطي لهؤلاء من اليهود والنصارى الخائنين تعطيهم المسؤولية في بلادك ويقودوا زمام بلادك ورب يقول في القرآن للرسول وللمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا أي لا يترددون فيه وإيقاع الخبال بينكم والفتنة لا يألونكم خبالا ودوا ما عانيتم أن يريدون ويحبون ويودون عنتكم وشقعكم والفتنة بينكم قد بدأت الضغضاء من أفواههم من يتكلم الإعلام التاحهم تشوف الحقد لك حاليخرج وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون ها أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله نحن نأمنوا بموشا عيش نأمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هم يكره محمد صلى الله عليه وسلم وتؤمنون بالكتاب كله نحن نأمنوا بكش وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خالوا عذوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيذكم ها ربي بيننا كش يا إخوة الإيمان ليس من النصح للأمة أن تعطي زمام الأمة لأعدائها كما تفعل بعض البلاد الإسلامية كما تفعل بعض البلاد الإسلامية التي تفتح المجال لأعداء الأمة لأزل جيران ولبث الفتنة في جيرانهم من إخوانهم المسلمين هل هذا من الدين هل هذا من الإسلام هل من الإيمان أن تستعين بمن يكره محمدا على حرب من يحب محمدا صلى الله عليه وسلم وحينما نقول محمدا صلى الله عليه وسلم إنما نقول الإسلام إنما نقول الإيمان إنما نقول التقى العفاف والصراح فيا إخوة الإيمان من النصيحة لأئمة المسلمين ألا تخدعهم ألا تسر بالنجوة تسر بالفتنة وتتناجى بالفتنة وتتعامر على الأمة وتبث ما تبث من سموم ومن فتن تنوي تضمير الأمة وتشتيتها وتفتيت الشعب وتقسيمها إلى طواعف هذا كله هذا ينافي هذا الكلام الذي نقوله وهو النصح لأئمة المسلمين وكذلك لزوم جماعة المسلمين ما تحسب سروحك أنت ما تحسب سروحك أنت أنت كيفك كي الناس نحن القانون فوق الجامعك ما يقولك لا بد للإنسان أن يذوب في الأمة أن يتواضع أن يعيش مع الأمة يعيش أن يقبل للمواطنة هكذا إخوة الإيمان علاقة أن رسول الله قعد طوائف في التاريخ قعد ينقروها اللي خرجوا على الأمة الإسلامية خلصوا قعد طوائف وأحداثوا الفتن فالخوارج خرجوا على الأمة الإسلامية وعلى سوادها الأعظم وإن لو يكتلوا أهل الإيمان ويبطلوا ويتركوا أهل الأوثان وحلوا للمراكرشها وجبدوا وولدها مسغير يعني بغروا البطن زودة عمر جبدوا وكانوا الصحابة كانوا المؤمنين من يلقوهم يكذبوا يقولهم إحنا مسلمين با يخلوهم خاشكي عارفة مؤمن الكتلة والقادارية كذلك فرقة من خرجتها للأمة ونفت القادار ونفت خلق المعصية لا سمهم رسول الله يعني ابن العمر يعني قال أنا بريء منهم وهم براء مني وكذلك المرجئة وكذلك الرافضة التي يعني أسألت حبرا كثيرا في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم وفي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النواصب اللي كانوا على طرفيه ناقيض هذو كسبوا الصحابة الأخرين يسبوا عليهم والعياذوا بالله وكذلك 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 القرامطة الباطنية أقرأ التاريخ ترى عجبا فكل من خرج عن أمة الإسلام وسوادها الأعظم وتأول النصوص وترك فهم السلاف وأراد أن يفهم القرآن بعقله ظل وأظل وزل وأزل وهذا سيد رسول الله كان كل صباح يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله رسول الله يخاف شو كلم أن أظل أو أظل يخاف لا يكون صلى الله عليه وسلم ظالا ولا مذلا ظالا ولا مذلا هذا رسول الله الموحى إليه الذي عسمه الله عسمه الله ومع ذلك كان يخاف أن يزدر عنه هفوة تكون سببا لإظلال الناس أو أزل أو أزل فأني خاف هذه عليه الصلاة والسلام والآن هناك من أوتي ذكاء فزاده غرورا وطغيانا ولم يؤتى الزكاء كما يقول الشيخ الإسلام أوتي ذكاء فأعجب بذكائه فذهب يستعلي على الأمة ويدعي أنه يفهم من القرآن ما لم تفهمه الأمة ويضرب أجيال الأمة عبر القرون في صفر ويمحو هذا التاريخ يمحو هذا الوحي ويجعله بمكانة التاريخ وإحنا عن الناس وشتعل فرق فرقة بغا تترد الوحي الوحي ترده تاريخ قال لك إليك نعاودو نشوفو الوحي نغربلوه الوحي ما يتغربش القرآن بفهم السلف وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتغربلش هذا يليك تقبله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا الآن يا إخوة الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني ويسلموا تسليما ثم لا يجدوا في صدورهم حاجة ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في نفسهم حرجا يحكموا كتاب الله وكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدون حرج ويسلموا تسليما كما جاء في صورة النساء وهناك فرقة أخرى جعلت التاريخ وحيا هذا فاني هذا تطرف وحد آخر وحدون دالوا الوحي تاريخ قالوا الوحي إلي قننتقدوه ووحدين قالوا لقاعد تاريخ تاريخ السلف ما فيش الأخطاء السلف باشر باشر يخطئون ويصيبون التاريخ يعني انك يقول السلف من وقتنا ورد الرول ولهذا احنا حينما نعرض لأن المناقب تعليفات هنا تعرضوا للاتباع والمخالب والأخطاء التهم تعرضوا للاعتبار تعرضوا للاعتبار ولما خرجت عائشة رضي الله عنها ضد علي يعني شقل عمر قال كلام أورده البخاري سبحان الله قال هذه أمكم عائشة زوجة نبيكم في الدنيا وفي الآخرة معناها عزكاها لكن قال خرجت يعني ما كان لها أن تخرج كل يقال عمار قال وإن الله ابتلاكم بها أئياه تطيعون أم إياها قد يبتلك الله بعمل رجل صالح ويشوفك لا تبع اختار ذلك الصالح ولا قول الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم احنا عنا تفريق بين قدسية المبادئ قدسية المبادئ ومواقف الرجال إليك أنفرق أنفرق بين القدسية على المبادئ المبدأ كمبدأ ربي ما قلناش تتولوا ملايكة دخلوا الجنة تبقى فينا البشارية ربما قلنا ربي قيل ترجح الحسنات تدخلوا للجنة ترجح 51% حسنات معنى 49% سيئات ترجح تنجو فلابد أن تبقى فينا بشريتنا نقول له يا أخوتي لزوم جماعة المسلمين هو الحل شقل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن دعوتهم تحيط من ورائهم الله أكبر معنى كي تبغي تختارق الصف تع المؤمنين تع الأمة تع الوطن المسلم كي تختارقه وتحتارقه الدور عليك دعوتهم دعوتهم تحيط من ورائهم ربي نحيط يكلأ الأمة ويحفظها ويرعاها فويل لمن أراد لها شتاتع أو تمزق أو فتنة أو مؤامرات أو دس سم أو 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 وإحنا أعلمنا رسول الله الإيمان من النظر يصلي يقول سووا صفوفكم ويقول لا تتركوا فرجة للشيطان والصلاة هذه هي صورة للأمة الإيمان يمثل الرائع تع الأمة يعني يمثل يمثل السلطان المالك الرئيس هو الإيمان والصفوف يمثل الشعب وعليه يقولنا رسول الله رصوا الصف وما تخلوش فرجة للشيطان هذا فيه رمزية رمزية في الصلاة رمزية معنى الإيمان لا غلط عنا حق إحنا يا المصلين نسبحوا له ونفتوا له مشي ممنوع علينا وما نخلوش بيناتنا بصفوف فرجة للشيطان معنى الأمة ما يتخليش صغرات يدخلوا منها الأعداء والشيطان قد يكون قلما مسموما وقد يكون ابن وطن مننا قراهنا وكبرهنا ثم سخر علمه لحرب أمته وقد يكون صحافيا باعره وبعد باع شرفه من أجل فوتات يمزق في الأمة بقلمه وقد يكون وقد يكون وقد يكون ومن البلاهة أن نحجر الفهم في ظاهر النصي يريد أن نستفاد من الصلاة الصلاة هذه كل يوم نصلوا خمس خطرات ونتعلموا من خلال الصلاة كيش نحافظوا على أمتنا و إبليس استثنى المخلصين لما علم أنه لا سبيل له إليهم إبليس شقر ربي حلف قلف بعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ربي رأي يقول لإبليس العكس إبليس رأي يقول ربي يقول له هذه الأمة يعني هذه المخلوقات هذا البشر يعني نغويهم يستلكوا مني إلا أصحاب الإخلاص إلا عبادك العبودية هنا أرى فيها الإخلاص ومبعد جاء المخلص إلا عبادك منهم المخلصين هذا هو إخوة الإيمان فالعباد الذين حققوا الإخلاص حققوا الإخلاص نجوا من وسوسة الشيطان ونفثه ونفخه وأزه ومن الأفكار الخبيثة ومن الواردات الشيطانية بأه بالإخلاص ولهذا من لزم الإخلاص نجاه الله من وسوسة الشيطان التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها وسوسة دائمة للغافل إذا غفل ابن آدم وضع الشيطان خيشومه على قلبه يوسوس فإذا ذكر فإذا ذكر نفر الشيطان رفع خيشومه عن القلب قطع الوسوس هذا هو هكذا ينبغي أن نفهم قيمة هذا المقام الإخلاص اللهم اغفر ذلوبنا واستر عيوبنا وفرج اللهم كروبنا ونجينا من الشيطان من وسوسته ونفثه ونفخه واغسر قلوبنا يا رب العالمين من الغل والحسد والحقد والغش واجعلنا ناصحين لأمتنا لازمين لجماعة المسلمين والحمد لله رب العالمين